اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية اتمام تيسير اجراءات اصدار ترخيص جمع المال لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بما يتفق مع الجوانب التنظيمية والامنية وذلك نتيجة التعاون المشترك بين الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة باصدار مثل هذه الترخيص واوضح حميدان ان العمل الخيري في مملكة البحرين شاهد تسهيلات عديدة بفضل توجيهات الحكومة الموقرة في تقديم التسهيلات للعمل الخيري ما ادى الى ارتفاع نسبة طلبات الترخيص المقبولة الى 94% من اجمالي الطلبات المقدمة مشيرا في السياق ذاته الى انه خلال النصف الاول من العام الحالي تم اصدار 107 ترخيص جمع المال للمنظمات الاهلية الامر الذي احدث انعكاسا ايجابيا على الية عمل تلك الجمعيات ورفع كفاءتها من خلال تدريب العاملين لديها في مجال الادارة المالية من خلال معهد الادارة العامة ومنحهم شهادات متخصصة في الادارة المالية للجمعيات فضلا عن ارشادها لمراعاة التقيد والالتزام بقوانين وانظمة جمع المال مما ادى الى تقليل عدد الطلبات غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة اشتركوا في القناة